صباح الخير هنعمل سوى النهاردة كفتة الدجاج بطريقة حلوة جدا هتطلع معينا طرية قوي وكمان طعمها طحفة تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض بس لو دي اول مرة تشوفوني يلا اشتركوا في القناة وضغطوا على الكرس علشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولوا لايك يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض اول حاجة انا بحمص شريحتين من التوست علشان بحب اضفهم على خليط الكفتة وده بيخليها طرية وفي نفس الوقت متماسكة ممكن تضيفوا بدلهم معلقتين من البقسمات المطحوم هو اسرع لكن العيش المحمص بيدي نتيجة وطعمه احسن وطبعا ممكن نستعمل العيش الفينو لو مش متوفر عندنا العيش التوست خلاص كده انا التوست بتاعي بقى لونه دهبي بالشكل ده هشيله بقى على جنب وهبدأ اجهز الكفتة هقطع التوست اللي حفمصناه تقطيع عشوائي وهحطه في الكبة وهحط معاه ربع كوباية من اللبن الحليب عندي هنا كمان نص كيلو من صدور الدجاج غسلينها كويس ومنشفينها من اي مية زيادة ومقطعينها موكعبات هنضفها على الخليط ده بقى في الكبة وهنفرمه كويس جدا تقريبا بتاخد من 3 ل 4 دقايق او لغاية ملاقي الفراخة فرمت كويس وخلاص مش ظاهر عندي اي اثر للتوست خلاص كده بقت جهز عندي وهو ده القوام اللي انا عايزة وصله بالزبط هنزل الخليط ده في بولة وهبدأ اضيف عليه باقي المكونات عندي هنا معلقتين كبار من البقدونس المفروم ناعم وهضيف كمان بصلة كبيرة مبشورة وفصين توم مهروسين هضيف كمان خليط التوابل الجفة عندي هنا ملح وفلفل كسبرة نشفة سماء فابريكا السبع بهارات كل المقادير هسيبها لكو تحت الفيديو في صندوق الوصف هقلب الخليط ده كويس لحد ما يمتزج تماما مع بعضه انا ما حبيتش اعمل الخطوة دي في الكبة هنزلوا كمية سوائل كتير وده هيبوز لي قوام الكفتة بقلب كويس لحد ما اتأكد ان هم اختلطوا تماما مع بعض هشيل خليط الكفتة في التلاجة لمدة ساعة تقريبا وممكن كمان اجهزه قبلها بيوم خلاص كده دي الكفتة بتاعتنا بعد ما سبناها في التلاجة هنبدأ دلوقتي نشكلها مع بعض ولازم قبل ما اشكل كفتة الدجاج ادهن ايدي بطبقة خفيفة من اي زيت نباتي وده هيساعدني اني اتحكم فيها كويس وما تلزقش في ايدي باخد كمية مناسبة وببدأ اشكلها وممكن بعد ما اشكلها اشيلها في الفريزر وبطلعها على طول على التسوية بتبقى حلوة جدا ودلوقتي هدخل فيها السيخ الخشب انا ما شكلتهاش عليه علشان كفتة الفراخ قوامها طارية عن كفتة اللحمة الطريقة دي بتخليها متماسكة اكتر وما تفكش مني وقت التسوية وممكن كمان اسويها كده واستغنى عن الاسياخ الخشب خالص خلاص كده بقت بالشكل ده هشيلها في طبق على جنب وهخلص باقي الكمية كمية الفراخ اللي استعملناها دي بتعملي 12 وحدة كفتة هعملهم كلهم بنفس الطريقة وهرجع لكم خلاص كده انا خلصت كمية الكفتة كلها بسخن الشواية وبدهنها بطبقة خفيفة من الزيت ولو مش متوفر عندي الشواية بعملها عادي على الطاصة على النار على درجة حرارة متوسطة هبدأ دلوقتي احط عليها الكفتة ولازم اتأكد ان الطاصة او الجرال اللي بحط عليهم الكفتة سخنين جدا علشان لو مش سخنة الكفتة هتلزق فيها ومش هعرف اقلبها هيا بتستوي على طول ما بتاخدش وقت خالص تقريبا 3 دقايق على كل وجه وببدأ اني اقلبها بالشكل ده بعد ما قلبتها على الاربع جوانب خلاص هي كده تقريبا نستوت ماخدتش عشر دقايق على النار هشيلها على جنب وهبدأ احط الكمية التانية وبرده هسويهم بنفس الطريقة وده بقى شكلهم بعد ما خلصوا بصوا شكلهم حلو قد ايه وريحتهم طحفة وطبعا تقدروا تقدموهم زي ما تحبوا انا كمان حابة اقدم معاهم صلطة زبادي بالسماء عندي هنا كبايتين زبادي حطيت عليهم معلقة كبيرة من عصير اللمون وفصين توم مهروسين هحط كمان نصف معلقة صغيرة من الملح ونصف معلقة صغيرة من السماء هقلبهم كويس مع بعض لحد خلص الزبادي ما يبقى ناعم ومتجانس معايا وبعد كده هحطوا في طبق التقديم وهزينوا بشوية سماء صغيرين بس كده ممكن تقدموها جنبروزة او اي نوع مكارونا تحبوه ممكن كمان تعملوها ساندويتشات بتبقى حلوة جدا انا عملت معاه كمان صلطة خضرة بصوا قد ايه شكلها جميل وطعمها كمان حلوة قوي متماسكة جدا وطرية من جوة لو جربتوها هتحبوها قوي وهتعملوها على طول هي دي كانت وصفتنا للنهاردة اتمنى انها تكون عجبتكو وتجربوها لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملولو لايك وتشتركو في القناة اشوفكو على خير في فيديو جاي ان شاء الله باي باي